الباحثون في معهد الأمن القومي في تل أبيب منشغلون في معاهدة سايكس بيكو التي وقعت في مثل هذا اليوم قبل مئة عام وبمجبها تقاسمت فرنسا وبريطانيا أراضي الشرق الأوسط والنفذ عليه والانشغال في الواقع ليس بالمعاهدة نفسها بل في الأحداث الدائرة على الأرض العربية المقسمة وما قد ينجم عنها من تقسيمات جديدة من شأنها أن تزيد عدد الدول وتقلس مساحتها وجيوشها وبالتالي تقلس أخطارها אולי עם שינויים לא גדולים לא גדולים בסך הכל בריאה רחבה של האזור ואחד השינויים האפשריים קשור לקורדים וזו העלייה בסיכויים של הקורדים להגיע בסופו של דבר למדינה עצמאית קורדית חוץ מזה אני לא בטוח אני חושב שסוריה תישאר סוריה ועיראק תישאר עיראק ולוף תישאר לוף כשאחרי שעבר ועה التقسيم بموجب معاهدة سايفس بيكو جعل غالبية أراضي العراق وشرك الأردن ودول الخليج العربي محميات بريطانية فيما حذيت فرنسا بلبنان وسوريا وحذيت إسرائيل في حينه بوعد بلفور حول إقامة وطن قومي لليهود وإذا كانت تقسيم نظرياً على الخارطة فإنه خارج الورق على أرض الميدان قد تحقق بشكل جزئي فحصل اليهود على دولة أدت ولا تزال إلى اشتعال نيران الصراع الإسرائيلي العربي ההבדל הגדול בין התנועה הציונית לבין התנועה הלאומית הפלסטינאית זה שהפלסטינאים הבינו את זה הרבה יותר מאוחר כאשר המעצמות חילקו ביניהן את האזור התנועה הציונית כבר הייתה מאוד פעילה ולכן היא גם קיבלה כפי שאמרתי קודם קיבלה את החלוקה הזאת די ברצון ודי בשמחה في تل أبيب يتابعون بالترقب الشديد ما يخططه الغرب بالنسبة لمصير الشرق الأوسط فمن جهة لا يعارضون في تحول سوريا إلى ثلاث أو أربع دول ولا يعترضون على إقامة دولة كردية لكنهم يخشون من أن يؤدي انهيار سايكس بيكو إلى فوضى عارمة لا تبقي ولا تذر في هذا المعهد الذي يعتبر أحد أهم معاهد الأبحاث في الشرق الأوسط ويتمتع بتقدير عالمي يدرسون ويقدمون التوصيات للحكومة وأهم توصية لهم اليوم هي أن تتحول الذكرى المئوية لاتفاقيات سايكس بيكو إلى فرصة لتحسين علاقاتها مع دول المنطقة ميسلوني مجلي من مدينة تل أفيف روداو